موسيقى أصعد الله مساءكم في النشر هوكشتاين جال على المسؤولين اللبنانيين وعبر عن أمله بالتمكن من المضي قدما في الجهود المؤدية لحل ديبلوماسي بين لبنان والكيان العبري شهيدان وجرحا جراء القصف الإسرائيلي لمركز صحي في حنين في الجنوب وغرجوية تستهدف منزلا في الخيام وحزب الله يرد بقصف المستعمرات غزة المجدر الإسرائيلية مستمر أكثر من 200 شهيد في الساعات الماضية لأول مرة في تاريخها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وبريتوريا هجوم 7 أكتوبر لا يبرر لإسرائيل ارتكاب الإبادة في غزة البداية من جولة هوكشتاين على القيادات وتشديد على الحل الدبلوماسي من عين التيني وبعد لقائه الرئيس نبيه بر أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن طاقة العالمية أكد أن الحكومة الإسرائيلية تفضل الحل الدبلوماسي وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان وقال إنه متأكد بأن شعب لبنان لا يريد أن تتدحرج الأمور إلى الأسوأ ونريد حلا دبلوماسيا يسمح للبنانيين بالعودة إلى منازلهم في الجنوب كما بالنسبة لسكان شمال إسرائيل ولفتها إلى أننا في مرحلة صعبة ومرحلة طوارئ وكنت في إسرائيل الأسموع الماضي وكما رأيتم إن رئيسنا والوزير الخارجية وشخصيا قلنا أننا نفضل الحلول الدبلوماسية للأزمة الحالية وأشرينا هذه المباحثات اليوم وأنا أؤمن بكوة أن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى تصعيد للأزمة الحالية وكان استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هوكستين وعقد معه خلوة أعقبها اجتماع موسع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان أماندا بيلز والوفد المرافق وقد شدد الوفد الأمريكي في خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان ولو لم يكن ممكن التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن ودعا إلى العمل على حل وسط مؤقتا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ وبدوره رئيس الحكومة شدد على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروق المتكررة للسيادة اللبنانية وكرر القول أننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية إلى ذلك أيضا استقبل قائد الجيش العماد جزاف عون في اليارزي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن عم سوكستين وتناول معه البحث للأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجن معلومات قريبة من عين التيني قالت أن الأجواء خلال زيارة توكستين ليست سودوية وكذلك ليست بالتفاؤل المطلوب وهناك نصف فتحة لمسار المعالجة بالديبلوماسية لكن موقف لبنان هو التركيز على أن يدخل فيها بكل عناصر قوته السياسية الدولتية والمقاومية وحقوقه المعروفة عبر القرارات الدولية وأضافت أن برري كرر لهوكستين أن حدود لبنان محددة سنة 23 ولبنان ملتزم 17-01 وعلى إسرائيل أن تطبق 17-01 في الجنوب اليوم غرات واستهداف لمراكز عمليات الهيئة الصحية الإسلامية وحزب الله يرود في الجنوب اليوم أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية في بيان عن استشهاد عنصرين في الدفاع المدني جراء اعتداء مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين كما تم تدمير سيارة الإسعاف وفي هذا الوقت رد حزب الله على الاعتداء على المركز باستهداف مستوطنة كرياتشمونة بعشرات الصواريخ ونفذ الطيران المعادي غارة جوية اليوم على بلدة الخيام مستهدفا مبنى سكنيا في وادي العصفير كما سجل قصف مدفعي على أطراف حول وادي البياض وأطراف وادي سلوقي كما تعرضت أطراف علم الشعب لقصف مدفعي معادي وشهدت أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي تحليقا مكثفا لطائرات الحربية المعادية على علو منخفض إلى ذلك سجل قصف اليوم على طير حرفة والجبين في القطاع الغربي وسقطت قضيفة فسفورية على وسط الخيام في الحي الشرقي وأعلن حزب الله عن استهداف مجاهدي المقاومة تجمعا لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة الحزب استهدف اليوم أيضا موقع تلشعر بوركاتريشا موقعا قتلى في صفوف العدو كما استهدف تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المطلع بالأسلحة الصاروخية كذلك جرى إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه مستوطنة لمطل وأربع قضائف مدفعية على تلة الحمامس ومساء سجلات غراط على الخيام وأطراف يارين وقصف مدفعي على بلدة عيت الشعب وإلى غزة استشهد أكثر من 200 فلسطيني في الساعات الماضية والإنروا تكرر تحذيراتها في اليوم السابع والتسعين للعدوان الإسرائيلي على غزة استشهد أكثر من 200 فلسطيني في 14 مجدرة وثقتها وزارة الصحة في غزة خلال الساعات الماضية فيما اشددت قوات الاحتلال قصفها على المنطقتين الوسطى والجنوبية في القطاع فيما أعلنت كتائب القصام عن استهداف جرفة إسرائيلية بعبوة شرق خان يونس جنوب القطاع وثلاث أليات بقذائف اليسين 105 في محيط منطقة بني سهيلة شرق خان يونس وألية أخرى بعبواتين مضادتين للدروع وقالت القصام إنها تمكنت مع سرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق خان يونس بقذائف الهون من العيار الثقيل إلى ذلك أعلنت الإنروا تعليقا على الحرب الإسرائيلية على القطاع أن العدد الإجمالي لموظفي الإنروا الذين قتلوا منذ بداية الأعمال العدائية بلغ 146 وإلى ذلك أيضا كشفت أن عدد النازحين بلغ مليون فصل 9 أي أكثر من 85% من السكان في جميع أنحاء القطاع مشيرة إلى أن ما يقارب الواحد فصل 4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لنا في القطاع وأوضحت الوكالة أن 150 ألف شخص اضطر للإبتعاد عن مرافقنا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية في المنطقة الوسطى وخان يونس في سابقة تاريخية إسرائيل وللمرة الأولى تواجه تهمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة الدولية في لهاي بإدعاء من قبل جنوب إفريقيا من عين التيني وبعد لقاءه الرئيس نبيه بر أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن طاقة العالمية عموسوكستين أكد أن الحكومة الإسرائيلية تفضل الحل الديبلوماسي وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان وقال إنه متأكد بأن نعتذر عن هذا الخطأ ونعود لنشاهد التقرير الذي يتحدث عن محاكمة إسرائيل في لهاي إذن سنستمع إلى التقرير فور جهوزه وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت عن تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة برفع دعوة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وأعربات عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لسيما القانون الدولي الإنساني بدوره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد تأييد الجامعة للدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة دولية أو أمام المحكمة الدولية وقال نؤيد بشكل كامل الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 48 وأتطلع إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني بدوره وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قال إن التقارب بين الدول العربية وإسرائيل هو الطريق الأفضل لعزل إيران بلينكين وفي تصريحات من القاهرة في ختام جولته في الشرق الأوسط تمحورت حول الحرب في قطاع غزة وبعد لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أضاف أمن إسرائيل وإدماجها في المنطقة مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية زعيم الحثيين يؤكد نفسنا طويل وشعبنا لديه القدرة على التحمل ما يورط نفسه في نزاع معنا هو الخاسر ومجلس الأمن الدولي يطالب الحركة في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر أعلن الجيش الإيراني أن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط أمريكية بقرار من السلطات القضائية ضمن مياه خليج عمان فيما أفدت هيئة العمليات البحرية التجارية لبريطانية بأن الناقلة المحتجزة شرق عمان سان نيكولاس تحمل نفطا عراقيا مشيرة إلى أن الناقلة تم احتجازها شرق عمان من قبل مسلحين إيرانيين لافتة إلى تغيير وجهة السفنة باتجاه سواحل إيران وكانت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أعلنت في وقت سابق أن ناقلة نفط ترفع عالم جزر ماريش والاعتلاها أربع أو خمس مسلحين على بعد نحو خمس سينا ميلا شرق صحار العمانية وأعلن محمد علي الحوثي القيادي في جماعة الحوثي في اليمن أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وكتب على منصة أكس أن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة أن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل وكان مجلس الأمن الدولي طالب الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن كما حذر من تصاعد التوترات وجاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوت من دون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالكسي ليدر التي احتجزتها الحركة في 19-22 الماضي وأعلنت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد أن التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالمي أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت وصول السفيرة ليزا جونسون إلى لبنان وعند وصولها قالت هذا وقت صعب وأن أقدر أهمية التحديات التي يواجهها لبنان والذي أعجاب عميق بحيوية الشعب اللبناني والثقة بقدرة لبنان على النجاح الآن حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة والهدف في الرغبة المشتركة لجميع أبنائه في السلام والإزدهار وفي مستقبل أكثر إشراقا جلسة نقاشية بدعوة من الاتحاد العمالي العام بشأن الوضع المالي حضره حاكم المصرف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري شدد أنه بعد اليوم لن يكون هناك أي حل مؤقت لقضية المودعين وقريبا ستكون الموازنات على سعر الصرف الفعلي كلو منصوري جاء خلال جلسة نقاشية مغلقة دعا إليه الاتحاد العمالي العام حضرها عدد كبير من القوى العمالية والهيئات الاقتصادية والقطاعات الاجتماعية والصحية تناولت شرحا عن الوضع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة وفي تصريح لمنصوري بعد الجلسة شدد أن كلمة السر لبناء الدولة هي إعادة بناء الثقة أتمنى أن أعلى منصب الجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني فأنا أتمنى أن أكون كتيرين أنا بدولة نقدر نبنية سوى اليوم كلمة السر لبناء الدولة بعتقد صارت كلمة هي السقة إعادة بناء السقة أنا بنتمنى عليكم أن أحكي هذا الحديث وكاني بعد أن أكمل الحديث اللي حكيناه جوه عم بختمه هون أنا أتمنى من الجميع أن نعطي فرصة للجميع اليوم ما عد فيه مجال بقى للمرحلة السابقة أعبوية اللي كانت بارقة والمرأنا فيها بمرحلة السابقة على أهميتها ربما لأنها جاي مع الناس كمان أنا بعتقد أنه صارت الفرصة سانحة والوقت صار قريب لمبلش نلاقي حلول على مستوى الدولة ككل وهيدي إطلالي مهم جدا بها المرحلة ولو لطمأن بسيطة نحو بداية طريق بداية طريق نتلمس بها كيفية المعالجة وخاصة أنك استلمت مهامك بأحلك الظروف وتحمل بين يديك كرة من نار كرة من نار معطوفي على تركي تقيلي منصوري أكد أنه خلال اتصالاته بجميع المسؤولين وجد إرادة فعلية لإيجاد الحلول للمسائل العالقة منذ فترة في عين التيني تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي وفي السراي الرئيس ميقاطي اطلع من وزير الأشغال على موضوع الخرق الذي طال أنظمة المعلوماتية في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاطي التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور الذي وصف اللقاء بالمميز قدور أشار لأنها كانت مناسبة للاستماع فيها إلى المطالب وشؤون ترابلس وشجونها ميقاطي بحث مع وزير الأشغال علي حمي في موضوع الخرق الذي طار أنظمة المعلوماتية في مطار رفيق الحرير الدولي وقد أشار حمي لأنه جرى حس الأدرار في خلال أقل من ساعة ما حدا حس أن المطار تعرض لخرق وبقت الأمور الرحلات القادمة إلى مطار رفيق حرير الدولي بيروت هبطت في المطار الرحلات التي أقلعت من المطار أقلعت من المطار بقت الأوقات هي زيتها فأنا حبيت تشكرهم ولقلت لدوت الرئيس ميقاتي ما قاموا به على أرض المطار بطبيعة الحال بقي عنا موضوعين بالنسبة للمطار الموضوع الأول بانتظار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية من شعبة المعلومات والأمن العام ودرية المخابرات حتى نعرف المصدر لأن هذا السؤال العطول بظل الناس تسألوا مصدر الخرق هذه الأجهزة الأمنية بتأرير رسمة بس تزودنا فيه بطبيعة الحال حتتزود رئاسة الحكومة اللبنانية بنسخة عنه الأمر الثاني نحن بعد اللي حيوصلنا من الأجهزة الأمنية موضوع الأمن السيبراني بدنا نأخذ إجراءات نحن أخذنا إجراءات ولكن من أن نأخذ إجراءات طويلة الأمد وليس إجراءات قصيرة الأمد اللي ياخدينها إجراءات طويلة الأمد رئيس الحكومة الذي اجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أحمد خواجة التقى وفد جمعية التراث وكان بحث في متابعة إطلاق مشروع مبادرة داخل الصرح معرض رشيد كرام الدولي ومن زوار السراي سفير لبنان في سلطنة عمان ألبير سمحة استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النأب فادي علامي المناسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرنتسكا وبحثا في آخر التطورات في المنطقة ولسيما مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان وشدد علامي على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أولا قبل الدخول في أي اكتراحات أو مخارج يقدمها المفادون الذين يحضرون إلى بيروتا والبنطقة الأمطار الطفانية بعد هذا الفاصل أهلا بكم أمطار طفانية في الساعات المقبلة والثلوج ستلامس الألف ومئتان ماتر يتحضر لبنان في الساعات القليلة المقبلة إلى أمطار وصفها الخبراء بالطفانية مع احتمال تساقط الثلوج على ارتفاع ألف ومئتان ماتر وما فوق وفي هذا الإطار يؤكد الخبير في الأحوال الجوية بوب كساب أن يوم الجمعة 12 كانون الثاني ستدخل أقوى جبهة مطرية إلى لبنان وستدنى مستوى تساقط الثلوج بدءا من فجر السابت أما الأحد يبدأ انحصار هذا المنخفض يوم الجمعة كمان الطقس بيكون عاصف تدخل أقوى جبهة مطرية بساعات المثال يوم الجمعة 12 كانون الثاني وبيكون تساقط وبيدنى مستوى تساقط السلوج فجر السابت لكن يوم الجمعة بتدخل أقوى جبهة مطرية محملة بمحملة بأمطار غزيرة بساعات مساء يوم الجمعة وبيكفي تقص العاصف كل نهار يوم السابت لكن طيلة يوم السابت بيكون عاصف ومطر على أنه تبلش يوم الأحد ينحسر هيدا المنخفض وتتراجع حدة الغطولات بين الأحد والتانيين مع انحصار هيدا المنخفض المطر وهو نعمة نأمل أن لا يكون هذه المرة أيضا نقمة لبل كارثة على المواطنين الذين يغرقون في كل مرة نتيجة الإهمال المتماد من المعنيين وتقاضف المسئوليات الذي اعتدنا عليها لبنان في المركز الأول في قائمة الدول التي تعد الأخطر لقيادة السيارات ففي تصنيف المؤشر العالمي وورد اندكس المعني بدراسة مختلف ظواهر الحياة جاء تصنيف لبنان البلد الأكثر خطورة في قيادة السيارات تلاته في الترتيب الأرغوي ومن ثم كولومبيا ومن ثم كوستاريكا فاليونان عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس الأسبق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الكتلة استعرضت للجهود والاتصالات التي بذلتها من خلال اللقاءات بكل من الرئيسين بر وميقاطي ووزير البيئة والتي أثمرت اتفاقا مع اتحاد بلديات الضاحية لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعلي وبعبدة لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات وأعلى تجديد موقفها الثابت لجهة ثقتها بالقضاء في تحقيقات الجارية ببعض الملفات التربوية داعية إلى أن يأخذ القضاء مجره ومحاسبة من تثبت إدانته وتبرئة غير المدانين وتوقفت الكتلة عند موضوع مشروع موازنة 2024 وشددت على ضرورة عدم تحميل الطبقات الفقيرة عبء الزيادات الضريبية النأب وضح صادق يتابع ملف مطار رفيق الحرير الدولي ويحمل القضاء المسئولية الكاملة عن أي أمر يصيبه اليوم بدنا حمي القضاء بشخص المدعي العام التمييزي والمحامي العام الاستقنافي المسئولية الكاملة عن أي أمر قد يصيب المطار أولاً هني مسئولين عن التوافان اللي صار لأنه بالإخبار في موضوع الإهمال بالعقود بالسيانة والفساد وهني بتحملوا مسئولية الاختراق السيبراني اللي صار لأنه هيدا صار بسبب تقاعص الموظفين وعدم وجود خبرة بالمطار اللي يتعطوا بهالموضوع والحمد لله أنه لليوم هيدا الأمور بس وقفت عند هيدا الحد ورح نحكي أكتر عنهم بالموضوع هلأ بالمقابل بغياب القضاء في أجهزة تانية تحسست خطورة الموضوع وتحركت باتجاه المطار أولاً تحرك دوايا المحاسبة بموضوع التوافان اللي صار تحرك التفتيش المركزي واللي عنده مفتش بيروح على المطار بشكل دايم ولكن هلأ شوي إخدين الموضوع بجدية ومتمنى من الثنين لا يخضعوا للضغط السياسي ولا يخضعوا لأي نوع من الضغوطات ويستكملوا هيدا الموضوع للآخير لأنه برجع بقول هيدا بيهدد أولاً سلامة المطار سلامة الركاب وسلامة حركة المطار وما ننسى أنه مجلس خدمة المدنية من أول يوم عم يرفض عدد كبير من التعينات بمقدمة تعيين مدير العام المطار اللي هو كمير رئيس المطار بطريقة غريبة وعدد من الموظفين عم يرفض تجديد عقودهم ولكن وزارة الأشغال عم بتصر على هيدا الموضوع هيدا بالنسبة للقضاء برجع بقول بنحملهم مسئولية كاملة عن أي شيء ممكن يصير بالمطار اثنين كنا اضطرقنا بالمؤتمر الماضي كتير لسلامة حركة الطيران اليوم بعد عنا نفس الإشكالات ولكن رح روع على موضوع لأنه بصيروا يطبلوا ويزمروا ويعملوا إعلان شفنا مؤتمر صحفي لوزير الأشغال عم يعلم فيه عن الاستعانة بمراقبين جويين من الجيش اللبناني مشكلة المراقبين جويين أنه باختصار عنا 13 مراقب جوي بيشتغلوا 300 ساعة وهو بالمعايير الدولية فين يشتغلوا 80 ساعة هذا يلي تأرير الاتحاد الأوروبي وكل التأرير الدولية حطته تحت المجهر عبدالله وفرنجي تقدماني باقتراح قانون لتغطية فاتورة الأدوية السرطانية ولجنة الأشغال تناقش قانون متعلق بشركات توزيع الطاقة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله تقدم والنائب توني فرنجي باقتراح قانون معجل مكرر لتغطية فاتورة أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة بعد تشاور مع دكتور بلال أنا كنت عم تفكر بحل نجيب وردات لنغطي الفاتورة الصحية ولكن الموازنة التي ستصدر وإن شاء الله بتطلع قريبا بتحكي وبتغطي اسم من التكليف ولكن في اسم متبقي لذلك قررنا بهدف تغطية صحية شاملة نعمل تغطية لجزء معين واللي هو الجزء يلي عم يعانوا منه الناس الأكتر شيء يلي هو قانون معجل مكرر يرمي إلى تغطية فاتورة الأدوية السلطانية والأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة العامة عبر تأمين اعتمادات لها وواردات ضربية متخصصة على المشتقات النفطية سنضيف هذا الاقتراح إلى مجموعة اقتراحات موجودة اليوم وتراقش كان حرصه الزميل طوني وأنا بشكر على الحرص أنه يسد حاجات الناس بأدوية السلطان وأمراض مستعصية لذلك كان الرقم تقريبا قداش نحن اليوم عم تكلفنا للفاتورة البطئد بدي سجلها بالإعلام في حرص شامل خارج إطار الحسابات السياسية اليوم كيف بمجلس النواب أو الحكومة على هذا الملف لجنة الأشغال ناقشت بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياد اقتراح قانون متعلق بشركات توزيع الطاقة ودرست تمديد العمل بالقانون 464 في البيت المركزي في الصيف التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر مع وفد من اتحاد المدارس التربوية الخاصة في لبنان لجميل لفت إلى أهمية الحفاظ على أسس ومقاومات استمرار قطاع التعليم بجناحيه أي إنصاف الأساتذة المتقاعدين في ظل تدني قيمة رواتبهم التقاعدية وبفعل تدهور العملة اللبنانية والأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان بالتوازي مع الحفاظ على قدرة المؤسسات التعليمية على الاستمرار غادر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي القطيب بعد ظهر اليوم بيروتا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مؤتمر طفان الأقصى وصحوة الضمير الإنساني الدولي الذي سيؤقد الأحد المقبل في العاصمة الإيرانية جمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي معنا مع شعوبنا ومع الشعب الفلسطيني واجبها تجاه هذه القضية لذلك نحن إن شاء الله بصدد الحضور في هذا المؤتمر والمشاركة فيه ستستمر المواقف التي تساند الشعب الفلسطيني والتي يمكن أيضا أن تخرج عن هذا المؤتمر المقررات في كيفية مساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في مواجهة هذا العدو أوقف الدورية من مدرية المخابرات في الجيش سلاسة مواطنين وفلسطينيا وسوريا لأقدامهم على إحراق شجرة الميلاد أمام كنيسة مارجرجس في الزهري في طرابلس في 25 و 24 و 12 و 2023 ومشرة تحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص وطرفوا بتأييدهم لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات المتطرفة الأخرى اجتماع للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في مقر المجلس رئيس المواقع الإلكترونية ممثلة باللجنة المؤقتة للمواقع الإلكترونية المشكلة منها وقد جرى عرض ومناقشة المشاكل التي تواجهها والسياسات الأعلامية رئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ أشار إلى أن حرب غزة وحدت الإعلام اللبناني دور الإعلام في هذه الفترة أنه شدد على المحفوظ الوطنية وهذا أهم ثروة للبنان في الوضع الحالي ذلك أنه تواصف حقا الخلافات السياسية والطوالفية التي كانت تعصر بهذا الإعلام قبل الحرب على غزة وهذه إيجابية كبيرة ينبغي أن تسجل لصالح الإعلام اللبناني رغم أنه للأسف بأحيان أحيان كانت تغييد المهنية عن عمل بعض المواقع الإلكترونية فتقع في التضليل الإعلامي أو في نشر معلومات كاذبة عن غير القصد وهذه نقفة ضعف لا تشكل العنوان الأساسي لمسار هذا القطاع الإلكتروني الواعد والذي سوف يحتل المكان الأول مستقبلا في الإعلام اللبناني ذكرت وكالة تسليم للأنباء شبه الرسمية أن وزارة المخابرات الإيرانية أعلنت اليوم أن 35 شخصاً تقلوا على صلة بهجمات الثالث من كانون الثاني في مدينة كارومانجة جنوب شرق البلاد والتي أسفلت عن مقتل 94 شخصاً وقالت الوزارة أنها حددت حتى الآن هوية أحد الانتحاريين الاثنين أو الانتحاريين الاثنين وهو مواطن من تجاكستان دخل إيران بشكل غير قانوني في 19 كانون الأول منتخب لبنان في افتتاحية كأس آسيا لكرة القدم الجمهور اللبناني على موعد مع وبرات افتتاحية كأس آسيا لكرة القدم يوم غد الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة رجال الأرز يلتقون حامل اللقب والبلد المضيف المنتخب القطري عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت على ستاد لوسيل في أولى مبارياته في البطولة حيث يسعى كل المنتخبين لتحقيق الفوز على الآخر منتخب لبنان يسجل حضوره الثالث في كأس آسيا وفي نسخة قطر مع المدرب المونتنيجري بتشكيلة مميزة تضم نخبة من اللاعبين اللبنانيين وعن مشاركات المنتخب السابقة الأولى كانت حين استضاف البطولة عام 2000 وثانية كانت في النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019 إلى هنا تنتهي هذه النشرة ليلة دافئة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة